في جردة الحساب الأمريكية للرقابة على حركة الدولار من العراق إلى خارجه ومنعا للتهريبه إلى دول الجوار ولسيما إيران كان للعراق حساباته الداخلية كذلك في سوق التعاملات النقدية حيث سعت حكومة بغداد والبنك المركزي العراقي عن طريق اتخاذ خطوات مراقبة حركة الدولار ومواجهة تذبذ برفع أسعاره وانخفاضات قيمة الدينار بقرارات تتابعت في الشهر الأخيرة يواكب العراق في أكثر من أي وقت مضى بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأمريكي أسوة بدول العالم إجراءات القرارات المالية التي تؤهله لمواكبة الأنظمة الإلكترونية المالية في التحويلات للعملة قرار الاستغناء على التحويلات الخارجية العام المقبل واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي وحصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار باستثناء تلك التي تسلم للمسافرين بهدف السيطرة على سعر الدينار إذ شهد تراجعا وعدم استقرار على إثر فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بتهمة التعامل مع جهات معاقبة أمريكيا في إشارة إلى إيران ويقرأ المراقب الدولي لحراك رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في العمل على إجراء الإصلاح المالي والمصرفي من خلال تنفيذ حساب الخزينة الموحد والدفع الإلكتروني بمثابة التوجه إلى عراق حديث يتماشى مع تطور العالم في إجراءات التعاملات المصرفية وتسهيل الدفع بالبطاقات الإلكترونية وتشجيع المواطن عليها خطوات تنهي زمن تقييد العراق في مربع الأسواق المشبوهة أو تلك السوداء الغارقة في التهليب وغسيل الأموال تحليل يعتمده خبراء المال سيما ما يفعله السوداني من خلال الوصول بالسمعة المالية العراقية إلى صفوف العالم المالي المتقدم بما يمنح الاقتصاد دفعة إلى الأمام ويتيح الفرصة أمام المستثمر العربي والأجنبي بصناعة بيئة خصبة لتعاملات مالية آمنة ترجمة نانسي قنقر